إذن مطلوب إجابات لماذا السكوت على إهدار المال العام في التحاد الكورة يا وزارة الشباب إن لم يكن هذا إهدار وإنه ديت أداء لحقوق فأين حقوق بقية الأطراف خاصة إن هي أموال دولارية أو بالعملات الصعبة السؤال التالي ما يروح في المشكلة دي أنا لو عندي مشكلة دلوقتي ألجأ لللجنة التشرعية في مجلس الشعب ولا اللجنة الأولمبية ولا الوزارة ألجأ لمين متفضلك ما تجاوبش أنا أو أنت بنسأل عايزين حد يخش قلنا تلجأ لمين يا رب تجاب لنا اللجنة الأولمبية لأن لا الوزارة حترد عليك ولا التحاد الكورة حيرد عليك دا اللي قاله العميد سروة تسويلم لكن سبونا من الدوشة دي كلها هذا الوضع الاستثنائي يجب ألا يطول الوضع الحالي الاحتفالي والاحتبائي واللي بيحتفل فيه الشعب المصري كله يعني بصها أستاذ أبراهيم عشان انت بتقول إيه لا خلينا بقى نشوف التصريح ساروة سؤالة تواصل مع المهندس هاني أبو ريدا من سويسرا يعني المهندس هاني أبو ريدا في سويسرا بيحل المشكل وأخباري أنه موافق على تحويل المبلغ المالي والمقدر بـ 300 ألف دولار من خزينة الاتحاد الكورة بحكم أن للزمالك له مستحقات مالية لدى الجبلية نظير مشاركة لعبيه مع متخب مصر في كأس العالم وبالفعل تم تحويل المبلغ من خزينة الاتحاد المصري فما تقوليش بقى جات وما جاتش ده هم اللي بيقوله هم نا صرفنا من المستحقات اصرف لهم من المستحقات اللي عندنا بحكمة أن اصرف للأهل وباية الأندحة بحكمة أن بنفس المعيار أنا عندي مشاكل طيب قالك الفلوس السموصلتش ما انت قلت بحكمة أن ما انت عملت اهو يبقى فيه على الأقل فيه على الأقل لكل لاعب تلتمية ألف دولار لأن الزمالك كان له طريق حمد في المقابل باعتبر أنه علي جبر بس لا علي جبر مستحق للزمالك برضه ليه القاعدة بتاعت الفيفا اللاعب اللي كان اللاعب اللي كان موجود في النادي آخر سنتين قبل كاس العالم يبقى حجازي تحزيبه ليه ها طبعا الله دلتك كده تريزي جي وحجازي وكل اللاعبة دي لا ده انت عندك عشر لعيبة كده ده انت كده عندك عشر لعيبة تلات اربع نقاط محددة رقم واحد فترة كاس العالم تبدأ اسبوعين في معسكرات الاعداد قبل البطولة وتنتهي اليوم التالي لخروج الفريق احنا خرجنا بعض عشر تيهة كويس احسب يعني قعدت في المونديال كذا من اول ما دخلت تتلات ارى بأن عشر تبعو حجازي تحزيب قمشن كده